تعبئة شعبية ضخمة شهدتها أمس الجمعة مالي استجابة لنداء المجلس الانتقالي حيث خرج الاف الماليين بالعاصمة باماكو وعديد المدن الكبرى بالبلاد للتعبير عن رفضهم لعقوبات مجموعة غربي إفريقيا للإكواس وكذا الضغوطات الدولية الممارسة ضد مالي مظاهرات شاركت فيها جميع الأطياف التي عبرت عن دعمها لقرارات سلطة بلادها بتمديد الفترة الانتقالية التي حددت بخمس سنوات الإكواس بهذه العقوبات أعطت السلطات الانتقالية الشرعية الكبرى أعطتهم شرعية كبرى الآن يستطيع من يجلس على سدة الحكم في مالي أن يقول وبكل قوة أنا لدي عدو خارجي يريد أن يخنق البلاد متابعون لشأن المالي قالوا إن المتظاهرين جددوا رفضهم للتوجد الفرنسي بمالي وللوصاية التي تمارسها على مجموعة الإكواس التي وصفوها بالضعيفة والمنحازة للقوى الكبرى على حساب مصلحة الشعب المالي نعم فرنسا تقف بوضوح خلف هذه العقوبات وأبدأ قادة الإكواس ضعفا شديدا وأبدأ تبعية كبيرة للقرار الفرنسي مقابل ذلك تتواصل ضغوطات الأجنبية على المجلس الانتقالي المالي لتقديم جدول زمني لتنظيم انتخابات رئاسية وإنهاء الفترة الانتقالية حيث طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراشا الحكومة المالية بضرورة إبقاء أبواب الحوار مفتوحة في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية السويدية أمس الجمعة عن سحب جنودها من مالي المنظوين تحت لواء القوات الأوروبية تاكوبا بقيادة فرنسا